لسا مكملين كلامنا وتغطيطنا من طابة ولقاءات متنوعة حول التنمية اللي حصلت في محافظة جنوب سينة بشكل عام ودلوقتي نتكلم مع حضراتكم عن قطاع مهم جدا بيمس صحة المواطنين قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في جنوب سينة اللي شهد الكثير من المشروعات اللي تم تنفذها بالفعل بالاضافة الى المشروعات الجاري تنفذها طبعا خلال هذه الفترة من اجل توفير حياة كريمة لكل المواطنين من اجل ان تصل المياه النظيفة لهم بالاضافة الى مشروعات كثيرة معنية بالصرف الصحي بالاضافة ايضا الى نقطة غاية في الهمية وهي مخرات السيول لانه الفترة من الفترات طابة تحديدا اللي احنا موجودين فيها دلوقتي تعرضت لي اضرار كثيرة نتيجة السيول كل هذه التفاصيل هيكلمنا عنها دلوقتي المهندسة حنان عمر وهي رئيس قطاع المياه مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سينة اهلا بك يا بشمهندسة اهلا بحضرتك يا فاند اهلا بك يا فاند وكل سنة وحضرتك طيبة كل سنة وان طيبين وحضرتك طيبة رمضان كريم الله اكرم علينا جميعا يا رب اه نبدأ مع حضرتك من الخطة اللي الدولة وضعتها في هذا القطاع ايه اللي تنفذ منها حتى الان اه بسم الله الرحمن الرحيم هي شركة مياه الشرب والصرف الصحي اه بشمال وجنوب سينة هي احد الشركات التابعة لوزارة الاسكان تابعة للشرقة القبضة التابعة لوزارة الاسكان اه وطبعا الجزء اللي بيخصنا في جنوب سينة قطاع جنوب سينة خاص بالمحافظة بالكامل اه احنا عندنا تنوع في المحافظة من مصادر المية يعني مية النيل واصلة عندنا لحد مدينة سانت كاترين اه من محطة الرئيسية اللي موجودة في غرب النفق اه وعندنا محطات قبار موجودة في مدينة التور العاصمة اه طبعا اه نتيجة لان احنا محافظة صحراوية وفي الجانب الشرقي والجزء والشح المائي اللي بتتعرض له العالم كله فطبعا التكنولوجيات اللي بدأ النهاردة في توفير مياه الشربة هي تحليط مياه البحر ودي اللي الدولة بدأت فيها يعني في خلال الاربع سنوات اللي فاتوا اه تضعفت كمية المياه المنتجة وتم انشاء اه عدد من محطات التحلية تماما اخرهم اربع محطات موجودين في مدينة رسدر وبوزنيمة اه ونويبع وذهب اه المرحلة التانية اللي احنا يعني بصدد التفقد فيها اليوم في مدينة طابة وفي محطة في مدينة محطتين في مدينة شرم الشيخ اه اجمالي المحطات دي بانتاجيتها بتعدي المتين وستين الف متر مكعب في اليوم اه احنا بنستحلك تقريبا حوالي نصها لان هي معمولة عشان التنمية لسنة الهدف اه ان شاء الله تكفينا للتنمية العمرانية في الفترة القادمة اه عظيم جدا انا باش مهن نسأل ان احنا الفترة كنا بنعاني من بعض المشروعات اللي بتتنفذ يا دوب تخدم السكان الموجودين دلوقتي ما بترعيش قدام الدنيا يكون فيها ايه فنبتدي نعمل نهد ونبني مشروع تاني من اول وجديد فاحنا دلوقتي عاملين حساب ان احنا بننشق المحطات ان يتخدم الزيادة السكانية خلال السنوات القادمة طبعا هي خطة الدولة في ان انا يعني بعمل خطة الهدف 35 او 50 فعلا احنا شغالين فيها بداية من تحديد طبعا المخطط الاستراتيجي للمدن وده سيادة المحافظ بالتنسيق مع الوزارات المعنية شغالين فيه على قدم الوثاقة واولها طبعا لما بنعمل البنية التحتية هي الاساس طبعا ده اللي موجود في كل الجمهورية ان احنا الدولة يعني اهم حاجة البنية التحتية عشان بعدها ابدأ اعمل مشروعاتي وبجاهز للتنمية والمشروعات اللي احنا طبعا بنسمع عنها وان شاء الله تخلينا في صدارة الدول بإذن الله ان شاء الله طيب المحطات دي عشان بس احنا مش فاهمين برضو يعني محطات تحليط مياه البحر دي احنا في النهاية بنشوف مياه 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 نقدر نشربها احنا كمواطنيين بنشوف مياه في الاخر نقدر نشربها لكن ازاي بيتم انشاء هذه المحطات هل في صعوبة في انشاءها تكلفتها لتكلفتها عالية التكنولوجيا اللي دخل فيها عامل ايه هو محطات التحليط يعني احنا يعني تكلفتها عالية جدا في الانتاج وفي التشغيل بس هي السبيل الوحيد للمحافظات الحدودية والمطلة على البحر كميات مية النيل مهما انا بضغط عليها في اطراف الدولة برضو مش هتوصل لي الاجزاء اللي هي في الحدودية ومدينة طابة فيها محطة تحليطة موجودة من اكتر من عشرين سنة ومدينة شرم الشيخ فهي موجودة من زمن موجودة بس احنا حاليا اللي بيتنشئ جديد على احدث التكنولوجيات اللي بيبقى في النهاية شكل المحطة انا عندي مصدر البحر او ابار شاطئية مية ملحة بتدخل على فلترة ومعالجة باحدث الانواع واهم تكنولوجيا موجودة ان انا خفض في الطاقة لان هي المكلف الاساسي في سعر متر المية هي الطاقة الكهربائية هي اللي بترفع سعرها وتكلفتها على وعلى ان قطع الغيار بتاعة المحطات دي معظمها مستوردة فدي يمكن اكتر حاجة بتواجه القطع ده في التكاليف واحنا طبعا يعني على المقابل لكده بحاول اشغل الانتاج للمصادر الطبيعية اللي موجودة بحيس ان انا ما بباشت يعني يعني الضغط كله على محطات التحلية. تمام. اه دي من ياما ومن ياما تانية الجودة بتاعة المية. جودة المية دي طبعا هي الشيء الاساسي لرضى الناس وفيه مرأبة عليه وبمعامل منشأة في في المحافظة. آآ للمتابعة مع وزارة الصحة عشان اقدر اوصل آآ يعني كوب ماء نظيف للمواطن. طبعا. والاهم من ده طبعا التجمعات البدوية واهلينا في في القرى. آآ هو ده اصعب حاجة بنواجهها في توفير المياه لهم. طيب هل انتم معانين كمان بتوفير المياه للزراع? لا يا فندم احنا المياه موجودة هنا احنا آآ شغلنا لتوفير مياه الشرب. شرب. والتخلص من الصرف الصحي. آآ آآ اللي بتنتجه. ده يخدنا بقى المشروعات الصرف الصحي اللي تنفزت في المحافظة. تمام. احنا عندنا منظومة الصرف الصحي آآ آآ متكاملة في كل مدينة. كل مدينة تعتبر آآ يعني آآ آآ وحدة متكاملة من انتاج المياه فيها. آآ. سواء بمحطة تحلية او محطة قبار او آآ او آآ مية نيل جايلها على حسب كل مدينة. نعندي آآ آآ راس صدر وبوزنيمة وبورديس فيها مية نيل. آآ وبنكمل الانتاج فيها بمية تحلية. آآ عشان برضو الضعف الانتاج. آآ وبعض المدن التانية بيبقى فيها آآ مية تحلية كاملة زي مدن آآ شارم الشيخ ودهب ونويبع وطابة. آآ المنظومة متكاملة من ناحية انتاج المياه آآ وبعد كده طبعا بنجمع الصرف الصحي من خلال محطات الرفع اللي منتشرة في المدينة. آآ وبتنتهي بمحطة معالجة آآ لمعالجة مياه الصرف الصحي. وبستخدمها آآ في في آآ طريقين. الطريق الاول اما مزرعة خشبية آآ آآ او ري المساحات الخضرة اللي موجودة وخيره مثلا لكده مدينة شارم الشيخ آآ بيتم اعادة تدوير مياه الصرف الصحي بالكامل من خلال محطة بيرك الاكسادة. آآ اللي حصل فيها تطوير يا مؤتمر المناخ آآ وهي من اكبر النقاط. يعني بتسحمه كمان هو في مياه الراي. آآ آآ طبعا لا احنا لان طبعا عشان اروي بمية محلقة او مية لا احنا بنروي بمية صرف صحي معالج آآ آآ منها آآ بنتخلص منه آآ آآ ومنها آمن ومنها بنوفر المية المية الصالحة للشرب بدل الراي. فاحنا بنقدر ندور المية المعالجة بشكل مثالي في المحافظة. لانها طبعا تخطيط فيها ان شاء الله متكامل وبنرعي كده في في اللي جاي بازن الله. طيب اخبار الامطار ايه هنا? طبعا يا دي من من المشاكل اللي بتعاني فيها المحافظة وخصوص النقط اللي فيها تجميع سيول. آآ بصراحة بيبقى ايام صعبة جدا لما بيحصل فيه نوة. آآ احنا طبعا بداية التنبؤ بنتابع الارصاد. آآ في موجة جاية. آآ حتنزل في اماكن كزا ده اهم مؤشر لنا للاستعداد. احنا عندنا كمية من المولدات صالحة. اكتر من مية مولد على مستوى المحافظة. ومنظومة الصرف الصحي بالكامل. عشان لما يحصل انقطاعات للكهربا. بنقوم بتشغيل المولدات دي. بنبقى مجهزينها سولر وتجهيز. دي بقى خط الطوارئ. خط الطوارئ. آآ. علاوة على تواجد طبعا في عندنا منظومة جديدة للشبكة الوطنية الموحدة. آآ عشان التواصل مع غرفة عمليات المحافظة. سيطة المحافظ آآ بيبقى امتابعها من خلال شاشات آآ آآ مرأبة آآ لتوجيه اي جهة لمكان الازمة. آآ بنتفاعل مع بعض سواء آآ صحة سواء آآ آآ كهرابة. طبعا احنا والكهرابة بنبقى مجموعة متكاملة. آآ لحدوث اي عطل. لاننا بتبقى الضغط على محطات الصرف الصحي عالية جدا. لان المية كلها بتبقى نازلة في شبكات الصرف. فبنحاول بقدر الامكان تمشي في مخارات السيولة اللي بنبقى من قبلها. بالتعاون مع المحافظة وزارة الريب لتطهيرها. عشان تنزل في في مقراتها الطبيعية آآ في اتجاه البحر او على حسب. انما كده كده بيبقى في ضغط على شبكة الصرف الصحي اللي في الشوارع. طبعا. وبالتالي بتشتغل بكامل طاقتها وباقصى طاقة لها. وده اللي بيبقى فترات الزروة اللي بنتمنى كل مرة انها هتعدي على خير يعني. يا رب طيب كسيدة بتتولي هزي المسئولية ومهمة كبيرة ما هيش سهلة وفي تواصل مع كل القطاعات يعني الموضوع مش مش معني فقط بقطاع المياه والصرف الصحي. الموضوع ليه ليه تفاصيل تانية وتواصل مع جهات تانية وزي ما كنا نتكلم عن خط الطوارئ. ازاي حضرتك بتقدري تقومي بهذه المسئولة? آآ انا بقى لي اربع سنين مسك قطاع المياه والصرف الصحي وقبلها كنت مسكة مدينة شرم الشيخ. وطبعا بدعم كامل من القيادات واوله مسيادة المحافظ ومتبعته الفائقة في مشروعاتنا انها تنجز وان طلباتنا تلبى لصالح اهلنا في محافظة جنوب سينة. آآ بصراحة هو داعم ومنصق دائم لكل القطاعات. الاجتماعات الدورية للمتابعة. لان احنا كلنا وحدة وحدة. فبالتالي كل الادارات معظمهم طبعا من الرجال. مع اننا طبعا القيادات النسائية عالية او في المحافظة وسيادة المحافظة بدعمها. وطبعا من سيادة الرئيس طبعا احنا. احنا. احمد الله. كل شكرا لحظة يا فاند. وكل توفيليك المهندسة حنان عمر رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بجنوب سينة. شكرا جزيلا. شكرا يا فاند.